السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى قضية اليوم التي نفتح فيها ملف تصوير الحوادث المرورية عبر الهواتف الذكية ونشر الصور والتسجيلات عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي تعد من التصرفات الدخيلة على مجتمعنا العماني التي تجاوز مرتكبوها أخلاقيات الدين وعراف المجتمع فهل من قانون يجرم هذه التصرفات وما هي التبعات الاجتماعية والأخلاقية والنفسية لمثل هذه التصرفات التي تطال بعض الأسر قبل النقاش نشاهد هذا التقرير تتزايد الحوادث المرورية مسجلة أرقاما قياسية تتفاوت حالاتها ما بين البسيطة والخطرة وفي الوقت الذي يترجل فيه البعض عن مركبته محاولا إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح هناك من لا يدرك حجم المعاناة فيمسك بهاتفه الذكي ليلتقط صورا لجرح على أنينهم وآخرين في حالة الاحتضار أو فارق الحياة ليحظى بالأسبقية في توزيعها ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي تصوير الحوادث المرور في وضعية الإنسان في وضع شدة أنك تصور هذه إهانة في بداية أنا أعتبرها إهانة وإخلاقيا لا يجوز أن تقوم بعمل شنيع مثل هذا ظاهرة غير حضارية ويمكن أنها تشهر في الحادث وفي الشخص الذي سوى الحادث الشخص يمكن ما يريد يذكر شيء أليم صار له فهما بهذه الصورة يمكن أن يعيدوا تأثير هذا الأليم للشخص ورغم تكرار المشهد وصعوبة الموقف يتناسى هؤلاء حرمة الآخرين وخصوصياتهم وتيجاوزون الأخلاقيات الدينية ويضربون بإعراف المجتمع عرض الحائط أنك توقف وتصور مثلا وحدة مصابة طائحة في الأرض ونتي أتصورها بدماها بعدين تنشرها هذا ما فيه أخلاقيات فيه أصبح الناس حتى الموجودين العقل الموجودين هناك الكبار في السن يعني ما ينهون عن هذا الشيء أصبح يتفرج يصبح يشارك في هذا الشيء فالمفروض يكون فيه إرشاد نهي على المنكر عمر بالمعروف ونتساءل إلى متى سيستمر السباق في تصوير الحوارث المرورية مع غياب الرقابة الذاتية وتجاوز الأخلاقيات هل من قانون صارم يجرم هذه التصرفات ويتعامل مع مرتكبيها ليكون الفرد منهم عبرة للجماعة واستسمر الحوارث المرورية ونزيف الشوارع صباح مساء ولمناقشة هذه القضية ينضم إلينا في الستوديو الأستاذ محمد بن علي المرزوقي رئيس الدعاء عام المتحدث الرسمي باسم الادعاء العام مرحبك أهلا وسهلا سيد بداية كيف نفهم هذا التعدي على حقوق الآخرين وتجاوز القانون بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه وبعد نحن كمجتمع مسلم أول منطلقاتنا هو البعد الديني نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ويعني العرض لا يقصد به مسألة معينة مرتبطة مثلا بالأعمال الجسية وإنما العرض كل ما يشين الإنسان ويحفظ له اعتباره وناموسه في المجتمع كذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول كسر عظم الميت ككسره حيا وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه إلى حرمة الأموات وكذلك في الحديث الآخر حرمة الميت حيا كحرمته ميتة نجد أن أحكام الشريعة تقتضي أن لا يقبر المرأة في لحدها إلا ذوها صحيح وبالتالي نجد أن البعد الديني يعطي غطاء كافي وواسع لحماية مشاعر الآخرين وحماية خصوصياتهم وحماية أعراضهم وحماية أنفسهم من الكليات الخمس التي تقام التي هي أصول الشريعة الإسلامية حفظ النفسي وحفظ العقلي وحفظ المالي وحفظ النسل فالحفاظ على النفس بعدم إيذائها بعدم التعدي عليها لا قتلا ولا جرحا ولا إيذائها طيب إذن هذا هو البعد الديني وبالتالي هناك بعد أخلاقي أيضا ونحن كمجتمع مسلم وبالتالي نتتبع البعد الديني والأخلاقي في هذه المسألة ولكن فيما يتعلق بالبند القانوني في الجزاء العماني هل هناك من قانون يجرم مثل هذه المسائل بلا شك يا خيوسف البند القانوني هو إفراز لما سمعت الآن في التقرير إذا كان ثم شخص أخطأ وأخلى بنظام المجتمع أو خالف مقتضيات الضمير الجمعي للجماعة فإن هناك من الصالحين من يتصدى لهذه المسألة وقد رأينا كتابات وقد رأينا نصائح في وسائل التواصل الاجتماعي أيضا جاءت على إثر ما نشر في هذه الوسائل من هذه الصور وتمثل للناس كي يعني أن يضعوا أنفسهم موضع المجنى عليه الآن فإيش المقصود إذا تحدثنا عن البعد الأخلاقي إيش المقصود من هذا التصوير هل هو التسلي؟ هل هو التشفي؟ هل هي العظة؟ هل هي النصيحة؟ ما هو الهدف؟ ولكن ربما قد يكون الهدف هو السبق في كثير من الأشخاص للأسف الشديد يعتقدون أنه هذا سبق إعلامي وبالتالي يتسابقون إلى نشر مثل هذه الصور مهما كانت كل الأحوال كل الأسباب غير مبررة إذا اصطدمت مع المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية هناك موازنة دائما بين في القانون يرسم الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة المصلحة العامة إذا كانت تقتضي التوعية المرورية وتمثيل حوادث للناس لكي تقل الحوادث هذه أنا أدعو من هذا المنبر إلى إشباعها درسا وتمحيصا من قبل المفكرين والكتاب والاجتماعيين أيضا لنتبين الحد الفاصل بين ما يمكن أن يسمى توعية مرورية وبين ما يمكن أن يكون إماتة لشعور الناس سمحت هذه الفكرة إماتة شعور الناس بالحوادث إذا كثر القتل استمرأ الناس المشهد وإذا كثر الحوادث ونشرت الصور بهذا الشيك استمرأ الناس وتبلد الشعور العام ولكن نحن أيضا أمام واجب توعية إذن هناك جانب عكسي أيضا في هذه المسألة بلا شك بلا شك ولذلك أنا كرجل قانون لا أتصدى لرسم الحد الفاصل أنا أطبق القانون عندما القانون نجد أن المادة 269 في قانون الجزاء جرمت إهانة الكرامة طيب أنا هنا أسألك أنتك الدعاء عام هل تلقيتم شكاوى؟ وهناك من الأشخاص يقولوا أنه للدعاء لا يحرك مثل هذه المسائل التي تمس عوائل بعينها تمس أسر بعينها وهناك الكثير من التصرفات التي حدثت في الأولى الأخير أساذ يوسف للدعاء العام دائما يحاول أن يمسك العصام المنتصف إذا كان يا أخي العزيز الشخص صاحب الشأن لم يرد أن ينشر ما حدث من صور وإذاعتها وأن يحجبها عن تناول القضاء والسلطات القضائية وعن تناول إعلام على سبيل المثال وأن يزيدها إشهارا فيأتي بالدعاء العام ليزيد الأمر ربما كان في تصرف الإدعاء العام إذا باشر الدعو من نفسه إلى من أكثر للمجنى عليه ناهيك عن أن ليس سرا أن الصور هذه إذا شاعت وبلغت من الشيوع حدا واسعا ربما يصعب لا نقول يستحيل ولكن يصعب الوصول إلى المصدر الأول ولكن يجب الردع أخي محمد يتقدم إذا صاحب الشأن بشكوى إلى الإدعاء العام ولكن هناك أشخاص تقدموا إلى الإدعاء العام ليس كذلك ما نمى إلى علمي أن أحد تقدم بشكوى لحد الآن بالرغم كل هذه الصور يعني حادثة بركة مثلا حادثة بركة الأخيرة التي ظهرت للأسف الشديد هذه الصور التي تؤلم الإنسان وأيضا صور تخدش للحياة لأسر عمانية يقوم شخص بتصويرها وبإرسالها إلى مواقع التواصل حقيقة لم يصل إلى علمي أن الإدعاء بركة تلقى شكوى بهذا الخصوص لحد الآن ولكن إن كان قد تلقى شكوى من هذا القبيل في هذا الشأن فسيتم مباشرة التحقيقات وسيتم استنفاذ كافة وسائل التقصي والتحري للوصول إلى المتهم وبالتالي نجد أن القانون أيضا يتصدى لهذا الفعل تحديدا ما كنت أود قوله أن بسبب نشوء هذه الظاهرة ليست حديثة الآن أو هذا الفعل ليس حديث عندما بدأ لهذا الفعل يشكل ظاهرة قد خصه المشرع بنص واضح الدلالة في المادة 16 من قانون مكافحة جرائحة ماذا يقول هذا النص؟ النص طبعا واضح المادة 16 من القانون أن يعاقب بالسجن المدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة إذن في هذه الحالة هذه حرمة يعني في حرمات الناس فيما تعلق بالصور التي تصور وإن كان في حادث بلا شك أنها تعدي على حرمة والنص ولاحظ أيضا نأخذ قبسين من هذا النص القبس الأول أن النص وكأنه محدد لهذا الفعل هذا النص هذا القانون صدر في 6 فبراير عام 2011 وبالتالي هو قانون حديث وهذا ينبئك أن القانون جاء استجابة لهذا الرفض الجماعي في المجتمع هناك من الصالحين من مجه هذه الظاهرة وتحدث عنها وهناك من تأذى عنها فجاءت الاستجابة حقيقة سريعة من المشرع وصدر هذا القانون صدر في عام في 6 فبراير 2011 فيما يتعلق بالصور العامة للحوادث صور عامة من بعد هل أيضا تجرم؟ هذا ما أتحدث عنه عندما أقول يجب أن يدرس الحد الفاصل اجتماعيا من الناحية الاجتماعية ومن الناحية النفسية وأن يترك الشيء إلى أهله عندما يأتي الإعلام المحترف صاحب صناعة الإعلام ويصير خبرا عن حادث أنا أرجو خيرا من هذا الخبر عندما يخرج لأنه يخرج بعناية الإعلام المتخصص في عمله الذي يوصل من خلال نقل هذه المعلومة إلى مصلحة يرجوها في المجتمع وليس للتسلي ولا للتشفي ومعلوم أيضا الإعلامي هو الإنسان الذي يستطيع الموازنة بين حق الناس في المعرفة وحق الناس في الحصول على الخبر صحيح وأيضا أحيانا المسائلة أحيانا كشف بعض المسائل للرأي العام كأن يكون التقصير من فئة معينة أو من طائفة معينة هذا فيما يتعلق بالإعلام الموزون أما فيما يتعلق بأن يتحول كل إنسان كما يقال في الإعلام الافتراضي والمواقع الافتراضية أنه يصبح كل إنسان الآن إعلامي وصبح صحفي للأسف الشديد ومن ثم يقوم بنقل هذه الصور من مواقع من باب التسابق في نقل مثل هذه المعلومات طيب فيما يتعلق به وهذا طبعا في ختام هذا اللقاء يعني الدور التواوي أنا أراه صراحة أنه دور غائب إلى هذه اللحظة أنتم كالدعاء أيضا لم تستخدموا وسائل الإعلام بالشكل الصحيح من أجل توعيد هؤلاء الناس وأيضا إبراز الجانب القانوني فيما يتعلق من التعدى لحقوق الآخرين في هذه المسألة بالتحديد لعلك الأخ وصف يعني استبينه لك أن الإدعاء العام من أكثر مؤسسات الدولة ظهورا إعلاميا في الأولى الأخيرة صحيح في اليتجاوب في كل طلبات الجهة الإعلامية والمسألة يعني ولا أدل عن هذا أدل في الأمر من هذا الحضور الآن عندما يتفاعل الإعلام الإعلام يخص وزارة الإعلام ويخص الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في المقام الأول والصحافة الخاصة والكتاب والأدباء وفعاليات المجتمع الإدعاء العام هي جهة تحقيق ومباشرة دعوة وتنفيذ أحكام ولكن نحن نحاول دائما الخروج عن الطرح الكلاسيكي في التعامل مع القضايا ونحاول أن نذهب بعيدا إلى وعد الجريمة قبل ظهورها نحن لا نسعد عندما يساق المتهمون إلى الإدعاء العام لنحيلهم إلى القضاء ثم ننفذ عليهم الأحكام وإنما نسعد عندما تصل رسالتنا لنحول بين المواطن وبين وقوعه في الجريمة وهذا ما نحن بصدد إذن ما يحدث الآن بطبيعة الحال هي جريمة تصوير الآخرين والتعدي على حقوقهم وهذه المسألة واضحة بالنسبة لكم إذن وبالنسبة للمجتمع بل أن هناك رأي من يرى أن بين المسألة بين هذه الجريمة وبين إيهانة الكرامة تعدد معنوي ويمكن إحالة الشخص المتسبب بالاتهامين بل أن لو وقعت الإيهانة على ميت لهذا التصوير لو وقع على ميت يجوز لذويه إلى الدرجة الرابعة أن يتقدموا بشكوى نيابة عن التوفى وضحت الصورة أخيرا هناك بعد اجتماعي أرجو التسليط عليه دائما أنا أدعوكم أنتم كإعلام أن تسلطوا الضوء على البعد نحن نقول وسائل الإعلام خاصة فيما يتعلق بالإذاعة والتلفزيون تحت أمركم في أي لحظة فيما يتعلق بتسليط الضوء على هذه المسائل فعلا المسألة أصبح الظاهرة ويجب الحد منها إذن محمد بن علي المرزوق رئيس الدعاء العام المتحدث الرسمي باسم الدعاء العام شكرا جزيلا أهلا وسهلا بك وحياك الله وشكرا لكم غدا قضية أخرى تحيطا لكم وفيما نحن شكرا